تجمة استيطانية شريسة تشهدها البلدة القديمة بمدينة الخليل والتي ارتفعت فيها وطيرة الإعلان عن الاستلاء على المباني فبعد اختار مبنى بلدية الخليل القديم ومبنى ناصر الدين ومنجرة أبو عيش أقدم جيش الاحتلالي بالاستلاء على إعادة إغلاق أربعة محالة تجارية بمادة اللحام بحجة الدواعي الأمنية نرى بأنهم استهدفوا مبنى البلدية القديم والمبنى المجاور له وهي منجرة يستخدمها ويديرها شخص من عائلة أبو عيش ومقابل ذلك هناك هذه المحلات المغلقة التي تقع أمام مغتصبة أسامة بن المنقد وكأنهم يستهدفون هذه المنطقة التي تعتبر بوابة البلدة القديمة وفيما لو تمت هذه السيطرة وأحكمت فسوف يكون وضع كارثي على البلدة القديمة أسواقها وصولا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف هذه المنطقة الاستراتيجية والتي تعد بوابة البلدة القديمة بات فيها أربعة مبان يسعى الاحتلال ومستوطنه للاستيلاء عليها لصالح مخططات تهويدية يديرها بن غفير المتطرف بالحكومة الإسرائيلية والتي توفر الغطاء لمستوطني مستوطنة بيت رومانو التي كانت بالأساس مدرسة أسامة بن المنقذ قبل الاستيلاء عليها لصالح توسيعها كل محل فيه وكأنه قضية لما نتكلم المبنى الأول وهو مبنى النصر الدين الإسرائيلي هو يعني بيعترف أنه هذه فيها أوراق قانونية بس هو طبعا بتحايل على هذه الأوراق إنه ما فوقه ما جنبه ما أعلى وأسفل هذا الموضوع إحنا هذا الإسرائيليين يعرف هذا تاريخهم في المراوضة والأبنى البلدية القليل فيه هو وقف من أيام دولة عثمانية ومن خلال حتى بتأكد هذا كلام النقوش الموجودين للحجر بتأكد تاريخه وهويته لهذا المبنى وكان الاحتلال قد أخطر بالاستلاء على أكثر من سبعين مبنى بالبلدة القديمة ضمن مخطط تهويدي خطير يسعى لترحيل المواطنين من البلدة القديمة وتهويد ما تبقى منها تنفيذ الاحتلال لمخططاته الاستيطانية في هذه المنطقة تدق نقوص الخطر وتنذر بقنبلة موقوتة ستنفجر بأية لحظة ساري العواوي تلفزيون فلسطين الخليل